أمرك سمعت عن مصطلح اسمه الشوفينية الشوفينية أو الشوفينيزم هو مصطلح سياسي لكنه وصل سريعا إلى علم الاجتماع وإلى سوق العمل هذا المصطلح يعود إلى جندي فرنسي اسمه نيكولا شوفين هذا الجندي كان حارب على أيام نابوليون بونابرت كان مخلص جدا جدا لنابوليون والجمهورية الفرنسية والجيش الفرنسي كان يعتبر وطنه أحسن وطن بالدنيا ومستعده موت على شانه هذا الجندي يقال أنه أصيب 17 إصابة بليغة وظل مصر أنه يستمر في القتال من أجل وطنه حتى أصبها مضربة المثل للإنسان اللي بتعصب لوطنه وبحبه وبكون مخلص ووفق له زيادة عن اللزوم لدرجة أنه شاف أنه بلده الوحيدة في الدنيا اللي زي الناس والباقي ما بيستاهلوا أنك تحبهم فالشوفينية تعني الانتماء للوطن الثقة المطلقة فيه والفخر العارم والشعور بالسموع على كل البلاد لأنك بس مواطن من مواطني هاي الدولة لكن إلها وجه سلبي مثل أنك تكره الآخرين مواطنين الدول الثانية وتنتقس من قدرهم وتنحاز لوطنك وتغيب الحقائق وتشوهها لصالحك بس عشان تقول أنه بلدك أحسن بلد بالدنيا طب أنا كممرض شو دخلني به الحكي في سوق العمل الشوفينية تعني أنه أنت مفكر قسمك أحسن قسم بالمستشفى الوحيد اللي بشتغل والكل بس بيجوا على الدواء بشرب وجهو بروحهم وهذا إشي ممكن يهدم المستشفى وممكن يقلل روح التعاون بين أفراد الفريق الواحد شو الحل؟ الحل أنك تتأكد أنه هذا المستشفى لا يعمل إلا بتعاون الأقسام لو أنا اشتغلت وإنت جعدت أو العكس عمره ما رح يكون مستشفى والمرضى ما رح يستفيده وأنا وإنت راتبنا ما رح يكون مالحلال فحاول أنك تكتشف هاي المشكلة بدري إذا كانت موجودة في مستشفىك وتقدع عليها بأي طريقة ممكنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر